بمناسبة مئوية الدولة الأردنية وإعلان إمارة شرق الأردن عام 1921 تشرفنا بزيارة ولقاء صاحب السمو الملكي الأمير رعد حفيد الشريف ملك العرب الحسين بن علي ابن الأمير زيد أهلاً وسهلاً بكم نهني قاعد الوطن جلالة الملك عبد الله ثاني ابن العسين وشعب الأردنية النبيل بهذه المناسبة العزيزة وهي الذكرى المئوية لتأسيس المملك الأردنية الهاشمية وذكر الجهود السلف الصالح الذين بنوا والذين ضحوا والذين صدقوا ما آهد الله عليه إن أمامنا الكثير من الإنجازات قدمها المغفول له حسين بن علي حامل لواء النهضة وقاء تضرياتها مجاهداً في سبيل للأمة العربية والإسلامية وأستمر البناء بجهود الملك المؤسس عبد الله بن الحسين رحمه الله والذي بدأ الخطوة الأولى بتأسيس الدولة العدنية وما زلنا نعمل به الأمير رعد هو شاهد على عصر بناء الدولة الأردنية من خلال قربه للملك الحسين بن طلال وكان لي أشرف أن أشارك المغفوه له الملك الحسين الباني في جهوده العظيمة على ساحة الدولية والعربية والإسلامية والتي استمرت ما يقارب نصف القرن بسبيل المسعى لتحقيق السلام العادل ولقد تشرفت بالتبني قطاع التنمية الشباب وملف ذو الإعاقة وبحمد الله وضعنا مجموعة من القوانين في حقوق ذو الإعاقة وأصبحنا في مراكز متقدمة عالمياً وهي الآن برعاية سمو الأمير مرعد وتوجت معركة البناء والسعي نحو السلام العادل ومسيرة العطاء بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني المعجز حفظه الله الذي بذله جهوداً متميزة كماً وكيفاً لأمن المواطن وحياة الكريمة وكانت القدس والوصايا على المقدسات حاضرةً دائماً في كل الأهود والحكم السابقة والآن في ضوء حل الدولتين سألنا بعض الأسئلة العائلية وعن عمه الملك عبد الله الأول فخبرنا عن اهتمامه بلعبة الشطرنج لقبت مع مرتين في الشطرنج لما زهرنا في السفارة العراقية في لندن فتفاجأنا جاءنا الصبح بكير فطلبوا مني أن أكون معاه وحتى نلعب معه نلعب الشطرنج تتسم علاقة الهاشميين مع الجميع بالعفوية والبساطة البعيدة عن الرسميات والبروتوكولات نسمع هاي القصة في أول مجيئنا في عوائل الستينات لأهدن أنا أصلي كنا عايشين في العراق في أول ستينات حظنا أمرنا جلالة السيدة أنا أكون معيته بالعودن فعزمنا على وادي رام أول ما جئنا وكنت أنا من جوّث جديد مع الأميرة ماجدة فكانت جولة سياحية حلوة قاعدنا وإحنا في وادي رام قاعدين في بيت الشعار نطلع على المناظر الجميلة وإلا شيخ جاي نتقدم نحو الجلالة السيدة فهو جاي سأل مين في الخرمة مين الضيف في الخرمة قلوه لفظاه الملك حسين ملك حسين وإلا باعلى صوته قال ياس سيدنا بينك سنين وسنين عما نطلب نشوفك ومشهادين نشوفك شو صار معك عدبانين عليك وهو عما يحكو يتقدم وأنا كنت جالس جم جلالة سيدنا قمت قلت بدأ وقفه على حده فجلالة السيدة قال لي لا خلي أحكي بشي مشوف به رميء فضلوا ياكي وبعدنا قالوا يا شيقيد احنا متأسفين شغولنا بعمان في الفترة طويلة ما استطعنا انه نعمل اي شيء لا تأخذنا اذا في اي شيء اي طلبات بلدنا كانت صباقة بالاهتمام بقضايا ذوي الاعاقة وبفترة مبكرة مقارنة مع دول المنطقة لأنه من 40 سنة موضوع الاعاقة وما حتى كان يذكر فيها يعني طعبنا كثير حتى نضع الاسس لنقوم بها العملية جدا صعبا جدا صعبا حتى نركض وراهم كنا نركض وراهم ضوي الاعاقة انه انتو طالبوا حقوقهم لازم طالبوا حقوقهم وإلا لا نستطيع ننجز اي شيء فاخذنا مدة طويلة حتى وجدنا الكوادر المتحمسة نحوها لعمل بهالمجال ما كان فيه ناس ما حلوا مع الاسف كان يستهتروا فيهم وما وينها عوقات صعبة جدا فكان في غاية من الصعوبة عملية اقناع الناس بأهمية هؤلاء الفئة هم جزء من المجتمع جزء لهم حقوق وإذا هم أنجزوا بالمجال ويرضى لماذا لا ينجزوا بالمجالات التانية ومن هون انتقلوا للحقوق ونظام والأنظمة والقوانين في كل زاوية في منزل الأمير تجد لوحة فنية من عمل الأميرة فخر النساء زيد انضمت لنا سمو الأميرة ماجدة رعد المهتمة جدا بأعمال الأميرة الفنانة فخر النساء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة